تفقد محافظ الجيزة عادل النجار مدينة الواحاة البحرية وذلك في إطار اهتمام الدولة بتقديم كل الخدمات لهذه المدينة شاملت زيارة جولة لمصنع ومنجم الحديد والصلب وهو أكبر مناجم خام الحديد في مصر بالإضافة إلى تفقد أحد مراكز الرعاية الصحية وافتتاح المعهد الديني بقرية الحارة في المدينة زيارة هي الأولى لمحافظ الجيزة لمدينة الواحاة البحرية عاقب توليه المهمة الجديدة التي تأتي في إطار اهتمام الدولة بتقديم كل الخدمات لهذه المدينة وشاملت الزيارة تفقد مصنع ومنجم الحديد والصلب وهو أكبر مناجم الحديد في مصر بالإضافة لتفقد أحد مراكز الرعاية الصحية وافتتاح المعهد الديني بقرية الحارة والوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد بإحدى المدارس بالقرية مقررين أننا لازم نزور الواحاة البحرية والجولة منظمة لها يومين إن شاء الله النهاردة وبكرة أن يوم واحد ما ينفعش أبدا أننا نخلص فيها كل الجولات بدأنا النهاردة من الصباح الباكر وصلنا تابعنا الجولات بصنا على القرى والقرى التابعة لأول مرة في مدينة الواحاة البحرية يتم الانتهاء من جاهزية تسليم خمسين منزلا ريفيا لأهل الواحاة على مساحة مائة وخمسين مترا مربعا للمنزل الواحد وتم تنفيذه من قبل جهاز التعمير بالواد الجديد بالإضافة لشبكة الطرق الداخلية التي تم الانتهاء منها ويتم العمل حاليا على تجهيز المزيد من هذه الطرق بالإضافة لأهمية الزيارة السياحيا وأسريا منطقة الواحاة تابعة لجهاز التعمير الوادي الجديد عندنا منطقة تنفيذ هنا موجودة في منطقة الواحاة شغالة شغالين في جميع أعمال المشروعات بالوادي المنطقة اللي احنا وفين فيها دي منطقة البيوت البدوية احنا منفزين في المنطقة دي مساحة الأرض حوالي خمس فددين منفزين فيها خمسين بيت بدوي الأهالي مبسوطين بجدا الخمسين بيت النهاردة دول الناس بتطلب انهم يزيدوا أكتر من كده تم زيارة الوحدات الصحية في الواحاة في بعض المراكز لفنا على بعض المدارس فتتحنا برضو معهد أزهاري الزيارة النهاردة بالنسبة لنا يعني بيبقى حلم وزيارة محافظ الجيزة للواحاة بننتظرها من أعوام لأعوام لأن بالنسبة لنا بتبقى مستقبل لأمال كتير ومطالب لأهل الواحاة البحرية زيارة محافظ الجيزة شاملت تفقد عدد من مصانع إنتاج والتبريد التمور حيث تعد الواحاة البحرية من أكبر المناطق المنتجة والمصدرة للتمور بالإضافة للوقوف على الخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجا التي تقدمها كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى الأهالي